صباح الخير وأهلاً وسهلاً أعزائي المشاهدين ومع حكايات مصرية وبرنامج هيدي مصر برعاية رئيس التحرير الدكتور أيمان شرقاون أسعد الله وقتكم بكل خير معكم خالد عالم قدو البرنامج النهاردة كنا نتكلمنا كتير عن الطاقة الشمسية وشرحنا تتعمل فين وإزاي توفر توفير الطاقة الشمسية بالنسبة للشركات بالنسبة للأراضي الزرعية بالنسبة لإنهارة المنازل فهي متاحة اقتصادية فيها كود الموائزات بالنسبة للطاقة الشمسية على سبيل المثال النهاردة فإحنا بنتكلم على اتجاهنا تكلمنا للإضاءة تكلمنا للزراعة فبنتكلم النهاردة لو فيه مصنع نعملهم حط الطاقة الشمسية عندنا مصنع مثلا في سبيل إنه هو 20 حصان فاحنا بنجمع الماكان اللي شغال داخل المصنع فسبيل مثلا عندنا الماكان 380 فبيضرب المنظومة بتاعته فبحسب في الآخر ان استهلاكه هيبقى كافيه كم كيلو بالزبط من هنا فبدأ انظم المنظومة بتاعتي وهم حاجة المؤيسة الاساسية اللي انا بتكلم فيها ان يكون السطح فاضي خالي الشمس تكون مباشر على الخلاق الشمسية عشان خاطر تفضل الكهرباء ثابتة ما يكونش فيه مبنى حاجب علي شعة الشمس ما يكونش فيه الشمس تكون من ساعة ما تخرج الصبح من وقت الشرج الحد للغروب متواصلة ده لو كان فيه مصنع شغال نهار بس ما فيش تخزين انما لو فيه تخزين لو انا فيه عندي وقت معين ساعة اخرت فالشمس في التخزين بيكفيني او بيحل محل الوقت اللي هو تغيب فيه الشمس كان ساعة او في الايام اللي هي بالنسبة لل ايام الشتة بنتكلم فيه طبعا غيامات وفيه كده فواحدة التخزين بتخدمني في هذا المجال لان عند غياب الشمس فبالتالي هي ايه بتأدي الغرض وما بتأثرش على المكان طبعا بالتالي لازم احسب المنظومة صح عشان خاطر ضعف في المنظومة او ضعف في الكهرباء بيأثر لان احنا قبل ما نتكلم فاحنا يعني متقلقين جدا في مجال الكهرباء اساسي مجال الكهرباء اساسي عندنا المطور او لو التلاجة في البيت عند حضرتك او اي ان كان الكهرباء ضعفت عليها فبالتالي بيفضل الملف يسخن اجراء ضعف الكهرباء فالسخناء بتأثر على ايه على الملف شهر اتنين بالمهمة في الاخر بدي لحرق الملف فطبعا احنا لما نحط الكهرباء مظبوطة فبيفضل اه لو وقت ضمان عشر سنين لا ده عيش عشرين سنة ده بالنسبة للاجهزة اللي هتشتغل على محطاتها كشمسية فبالتالي احنا بنتكلم النهاردة على اساسي لازم تنحسب بالزابط عشان خاطر ما يباشر الكهرباء لو ضعف الطبيعي بتبتأثر بتلاقي التلاجة كده خبطت بتلاقي دي ضعف كهرباء فطبعا ده اساس الاحرق المكان او المطور اللي شبيعي طيب احنا دلوقتي حسبنا المنظومة وصلنا في اساسي وحدة حماية انا عندي النهاردة ما بخش مصنع فبلاقي في دلاب كده مؤهل سكينة فاصل مفاتيح حماية بحيث ان لو في ضربات عندي تنزل اساسي الحماية عشان خاطر النهاردة عندي ما كان حصل فاضراب فما ترجحش على اللوح تضرب منظومة فيكون عندي واحدة تحكم افصل الجزء اللي هو فيه ايه لما عمله الصيانة ده بالنسبة للتاحت يعني متكلمش دلوقتي بتكلم عن منظومة عشان خاطر اللي تحت ما هي مربوطة بعضها فواحدة تحكم هي اللي بتعزل ده من ده فالنهاردة بعد واحدة تحكم بدي كهرباء اذا كانت 380 او 220 عن طريق لوحة الحماية اللي هي لوحة التحكم الاساسية ان انا عندي زي ما قلتلك دلوقتي او قلت لأستاذ المشاهدين بتكلم على السكينة السكينة دي فاصلة عندي اي ضرب في اي وقت في اي سكينة خلاص كده تمام سكينة فاصلة او في مفاتيح او فرلط كده او بتنعمل لوحة دمر كونت دكتر فبترجع بالتالي على مين على اللوحة فبينتهي لحد ما نعمل العطار اللي هي موجودة في المكانة او في الالة اللي شاكدها لك طب انا النهاردة بتكلم على حاجة لازم دايما الصيانة تكون متواجدة على الاقل خلص كل عامين حتى لو هيشغلها مفيش حاجة خالص اه العامل الجو بتاع الشمس لازم يكون النهاردة لو معاليش سلك متعرض للشمس في الجو اللي احنا فيه ده فعلى مدار العامل الجو كده كده بيدول بلاستيك فبالتالي لازم يكون حاطت حاجة محتمدة تكون حاطت حاجة محتمدة فالحاجة المحتمدة ديا هي اساسي عشان خاطر وما يبقاش عندي اي مشاكل في المنظومة بتاعتي ده حاجة الحاجة التانية خلصت انا مثلا بالنسبة لللواح اساسي عشان العواصف بتاعة الرياح بتاعة اليام الفصل الشتاء لازم اكون مسبت لان اللواح دي بتبقى مصد مرحب سيزهاني مرحب مرحب سيزهاني مرحب سيزهاني مرحب سيزهاني صوتك هاو يا فندم مرحب بحضرتك ازايك سيزهاني ازاي حضرتك الحمد لله مرحب بحضرتك انت ربنا يخليك وبارك فيك ورب تحية الحضرتك مرحب مرحب منور الشيشة كلها ربنا يخليك ربنا يخليك مرحب عند حضرتك ايه يا فندم بقول لحضرتك عند مصنع في موقع 25 حصان لأ عندك مصنع مصنع شغال كم حصان يا فندم المولدات اللي فيه كم حصان يعني الماكة اللي شغال بيستهلك كم حصان لو عشرين حصان فبتنعمل منظومة بتاعته على عشرين حصان ويفضل ان هو اصلا كيلو اللي ربع فبيشكل الحصان فاحنا بنحط الكيلو عشان خاطر يبقى كهراء بتاعته بالزيادة حتى لو في ضعفه في اللواح اللي بفوق يبقى كهراء بسابتا ما تأثرش لان لو كله ربع فبيأثر ومتشكرين جدا أستاذ هان وهسيب لك رادة في الكنتورة إن شاء الله وتحاتي لحضرتك وتواصل معي ارقامي على الشاشة مع حضرتك فأنا بتكلم في حاجة تانية برضو اللواح النهاردة في عندنا احنا أنا أكم من عشرين نوع من اللوح طاقة شمسية فأنا عشان خاطر أتكلم النهاردة في اللوح طاقة شمسية لازم يكون اللوح مجربه ومعتمده وعارف إن اللوح ده جاي مصدره إيه عشان الضمان بتاوح عشان لما يحطه عندي حد ويحصل فيه ضربة بعد كده يبقى أرجعه بسهولة جدا ما يبقاش عندي أي مشاكل بدل فيه لأن فيه النهاردة اللوح كتيرة في السوق فلما تعامل أتعامل مع واحد محتمد بتعامل مع مصنع عشان خاطر أو الضماني الكافي فيه ده على سبيل المثال طب ده ما تخلصنا من قصة اللوح فبنتكلم على الشاسية منفحش أي شاسية أركب عليه اللوح لازم يكون شاسية مجالفا عشان خاطر العامل الجوه عشان الصدا البروة ممكن تقضى عليه فبتيجي النهاردة وقم عشان خاطر إحنا بنتكلم في نقطة برضه عشان خاطر أقيد حد من ساد مشابت بيسل طب شاسية العادة اللي بركب شاسية العادة حيركب مش هقول لا أنا حركبه حيركب بس المهم إن العامل الجوه حيامل في إيه مش هيعادة ليه عام أو اتنين حتلاقيه الصداق يا كله بنتك هتلعمل إيه فأنا النهاردة بتكلم على شاسية المجالفا شاسية المجالفا ده بتحمل عامل الجوي عشان خاطر بحفاظها إنه ممكن عاصفة تيجي وشاسية ده من كتر برومة طياره لأ لازم يكون فيه أساس له إيه هو الأساس؟ اللي هو الشاسية اللي هو المجالفا ده بالنسبة للشاسية التثبيت بتاعه أو طريق التثبيت الشاسية لازم يكون مسبت عشان خاطر إحنا النهاردة فعندين عواصف آآ آآ ومو أن إحنا نوعيدكم عشان خاطر الوقت الأول والمخروج بيستعجلني فإحنا متكلم في نوطة واحدة تانية بس لنا لقاء إن شاء الله قريبا وموعدنا اللي اتنين على طول مع حكايات مصرية وبمشيئة الرحمن كل ما هو جديد في محطات تقه الشمسية وكل التوعية وهي دي مصر وحكايات مصرية كان معكم خالد عقل وبرعاية الدكتور أيمان شرق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية لكم